السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي. معاكم قلق عامر. يا رب تكونوا جميعا بخير. وفاتان بسحة يا رب العالمين. النهاردة يعني روتين صباحي زي ما انتم شايفين كده. وصحية الصبح بدري. وصلت الولاد الحمد لله للبص بتاع المدرسة. ربنا يوديهم بالسلامة ويجيبهم بالسلامة هم وكل اولادكم يا رب العالمين. وحبيت ان انا النهاردة انجز مع نفسي. لان النهاردة ورايا وقت قليل جدا على ما الولاد ترجع. النهاردة هيطلعوا بدري من المدرسة بزيادة. والسبب خارج عن ارادتنا يعني. الطريق اللي هما بيرجعوا منه من المدرسة. هيتقفل تماما من الساعة اتناشر الدهر تقريبا. انتم عارفين لما بيكون فيه مطش في اسكندرية. الاستاد والمطار الاتنين جنبا بعض بيقفلوا الطريق نهائي. عشان طبعا الوافدين من البرة والكلام ده كله. فطبعا عشان هما ما يتعطلوش في الطريق. المدرسة بتطلعهم بدري خالص تجنبا لحدوث اي حاجة في الطريق لقدر الله يعني تعطل الولاد عن المروح للبيت. حضرت فطاري آآ بسيط قوي عملت من اللي احنا بنبقى مجهزينه آآ من اول الاسبوع. وكمان حمص. فكرين الحمص برضو اللي انا كنت عاملها من اسبوعين تقريبا لسه عندي العلبة فيها ما شاء الله فعملت كده. والجيرسي او الباونتي بتاعت الجوز الهند دي بقيت احباها على فكرة قوي لانسكرها كمان معقول. وعملت كاكاو سخن زي ما انتم شايفين طبعا والكانكة اللي انا وريتها لكم. للأسف اي لبن بيشيت فيها من تحت فانا بصراحة يعني خلاص سلمت امري لله ان هو اي لبن حيشيت فيها من تحت فبنات ضفها وخلاص يعني. المهم كان ورايا حاجات كده بسيطة اعملها على الكمبيوتر ما طولتش يعني بصراحة وقمت على طول بعد الفطار كده. وآآ كنت مشغلة صورة النساء عشان براجع فيها. المهم يعني دخلت على المطبخ كان ورايا شوية حاجات كده عايزة اعملها. بالزات عند الحود بالشكل ده. اصلا انا كنت رايحة اعمل آآ اغير بس شمعة الفلتر. آآ اللي احنا بنغيرها كل تلات شهور. كان معادها بقى لازم تضغير. فقلت اخد الحود كله بالحوالي بالمرة. وزي ما تشايفين الحمل اللي انا كنت احطاره وراء فويل من فترة كده معاكم في فيديو. آآ للاسف هو مش الاصلي بتاع الايكيا عشان ده التقليد وآآ ده تركي. فسهل قوي حاجة ايكيا تتقلت. بس بصراح ما فيش حد بيرى في عاملها زيهم الماتيريال والخامة والحاجات دي كلها. انا عندي نفس الحامل ده بتاع ايكيا الاصلي وكنت احطاهه جنب الحود من قبل ما اجيب التقليد ده. وعمره عمره مصادة ولا اشهر معايا بصراحة خالص نهائي. ففعلا حسيت بالفرق. رغم ان ده كان سعره الاوي التركي عن الاصلي بتاع ايكيا. فبرضو اكيد السعر بيفرق في الماتيريال جدا جدا. مش كل حاجة ايكيا بحبها لان مش كل الماتيريال بتاعتها كويسة. بس الحاجات المعدن وحاجة المطبخ بالزيد جميلة جدا. ادوات المطبخ عملية وبسيطة اوي. الحلوة عندهم كمان ان الافكار بتاعة المفروشات او حتى الموبيليا. افكارهم حلوة. يعني حاجات بتتانى وتتفرد وتقدري تستخدميها باسلوب عملي جدا جدا. المهم بقى فكت الجزء بتاع الفلتر او الشمعة اللي انا عايزة انضافها. طبعا مهم قوي الفترة اللي احنا فيها ديها جماعة تلبسوا جلافز في ايديك. واي انا بصراحة باخسل الموعين بمية سخنة. مية سخنة جدا من من السخان بتبقى درجة حرارة السخان خمسة وتسعين درجة. يعني تقريبا دخلة في غلايان. فبصراحة ما اقدرش امسك الموعين بيها من غير ملبس جوانتي في ايديا بزيت في الشدة. فا وطبعا كمان بما انك حتنضافي تشتغلي في اي تنظيفات زي ما بتشتغلي في الحمام مسلا ممكن تلبسي جوانتي برضو في المطبخ حاولي تلبسي. عشان ايدك ما يحصل لهاش جفاف. المهم بقى فضيت كل الحوض اللي حوالينه وابتديت بقى ان انا انضف تحت الفلتر والكلام ده كله. انا عندي صدادة كده او يعني الرخامة نفسها فيها زي حاجز داير ميدور فبعرف اخسل الرخامة كويس قوي بمية غزيرة واعرف اشطف والكلام ده. البخاخ اللي معايل انا بنضف بيه حط فيه اي نوع صبون عادي ياما بتاع الموعين بريل. ياما اي منظف عام يكون عندك بتستخدميه. كل اللي عندي ده ساعات بصراحة بستخدمه وبخففه بشوية مية يعني وبحطه في البخاخ وبنضف بيه اي حاجة انا عايزاه. ياما بتاع الموعين برضو ممتاز قوي. لو انت حاب اي حاجة تانية برضو براحتك. يعني الفكرة كلها ان احنا بنحتاج شغير مية وصابون في تنظيف المطبخ. ولو حاب ان انت تعقامي بحاجة طبيعية من غير بعيدا عن الكلور عشان بيقزي الايد والصدر وكمان الجلد. آآ والرخامات طبعا. ممكن تحطي خل. بس الخل برضو خلي بالكم ليه تأثير كبيرة على الرخامات عشان اللمعة بتاعتها والكلام ده. آآ المهم يعني انا مليته دلوقتي تاني صابون وحطيت له شوية مية. وهنضف عادي خالص التنطيفة العادية جدا. انا كنت ناوي اعمل الجزء ده. بس انا بصراحة يعني ما بعرفش اعمل حتة في الرخامة غير لما هبعمل الرخامة كلها. بحس ان انا كده يعني ما ما كملتش المهمة باتقان. المهمة هو حلوة جدا ان انت لما بتنظفي الرخامة بتاعتك. تستخدمي اللي هو زي جلدة الازاز اللي هي بنمسح فيها الازاز والمرايات والكلام ده. بتبقى حلوة جدا جدا في انك بتسحبي المية زيادة بسهولة. وانك تنظفي كويس قوي بحس ان الدنيا ما تبقاش كلها مية. وفي نفس الوقت ما تاخدش وقت ان هي تنشف بدا ما تستخدمي اديجي في انك تلمي المية بحواجز وكده. فالجلدة دي بتعجبني جدا وعملية قوي معي بصراحة. فانا جايبها مخصوص للرخامات بسبب الاركان اللي بتحصل عشان الحواجز اللي عندي. ففي اركان كده زوايا المية ممكن تفضل وقفة فيها لو انا ما حركتهاش. فالجلدة دي بتجيب كل اللي في الزوايا وفي الاركان كويس قوي وبتمسح المكان كويس قوي بعدها. نظفت التنظيف العادي اهو حبدأ ان انا اراكب الفلتر انا او الشامع يعني بتاعت الفلتر. طبعا نظفته كويس جدا وغسلته من جوة. وبعد كده بعد ما بركبه بفتح الحنفية بتاعته على المية سايبة شوية بحيس انها تخسل الجزء اللي انا ركبته الجديد ده اكيد مساكته باديا واكيد يعني ممكن يكون فيه اثر صابون برضو مهما كنت شطفت فالله اعلم يعني. فبسيبه اشتغل شوية كده بمية نظيفة تنزل فيه وبعد كده بقفله بقى ونبدأ نستخدمه في الشرب او في الطبخ العادي خالص. الفلتر ده فلتر تانك تلات مراحل. وحلو جدا جدا وممتاز الى اقصى درجة بصراحة. والمساحة دي برضو حبيت اواريها لكم باواريها لكم بكل مرة بعمل فيها الحوض على فكرة. اه هي حلوة لان فيها جزء جلد كده اللي هي بتمسحي بيه المية زيادة. والجزء التاني زي سبونشا كده بتمسحي بيه برضو الحاجات بقى يعني عايزة تنشيفي تماما تماما الرخامة فهي بتمتص اي مية بقى سايبها مطرحك. برضو حلوة جدا انا برضو مخصصها للمطبخ او للحوض والرخامة اللي حواليه. الجزء ده كله هو ده اللي انا ما جيتش جنبه. ففكرت بصراحة ان اكيد العجان انا ما نضفتهوش بقى دي فترة لان انا متبهدل كده عفر الدقيق. وكمان وراء اهو عشان دايما الجزء الركن اللي وراء ده فاضي ما فيهوش حاجة. والااا وممكن يكون فيه ترابة او بوائي دقيق او حاجات زي كده. فقلت انضف بالمرة. واشيل بقى كل الحاجات دي بما انها بسيطة يعني مش هتاخد مني مكان ولا وقت. اه اللي انا عايز اقوله لكم كمان في ام جميلة اوي كلمتني. ربنا يحميها هي اولادها واولادكم. اه كانت اه ما شاء الله يعني بتجهز بنوتتها. وهي اول بنوتة ليها وما عندهاش خبرة يعني تشتري ايه وكده. رغم ان انا كمان ما عنديش خبرة. بس يعني من واقع تجربتنا مع حاجة البيت واستخدامنا اهو بعد السنين زواج. قدرنا نحدد ايه اللي كان عملي معانا وايه اللي اشتريناه وما كانش عملي اشتريناه لمجرد انه عجبنا شكلا. وان العروسة لازم يكون عندها الاشياء دي والكلام ده. فحاولت ان انا نصح على قد ما اقدر وانتو كمان لو عندكم اي نصيحة زيادة يريت برضو تضيفوها. بتبقى استخداماتنا مختلفة وممكن يكون في فرق خبرة يعني ما بيننا وبين بعض. لكن انا في العموم اه لما هي اسألتني عن ادوات المطبخ بالزيتة اللي ممكن استخدمها. او الحاجات الكبيرة بتاعت المطبخ. زي الحلل والصواني والحاجات دي. اه ده كان سؤالها بصراحة يعني حاجات المطبخ تبقى ايه? فانا اه نصحتها بالحلل الاستلس دي اكيد لازم تكون سبتة في اي بيت وتكون جودتها كويسة. انا عن نفسي استخدمت كوركماز وماشاء الله بقاله في عشر سنين مسلا او تسع سنين معايا. رهيب. بسم الله ما شاء الله يعني اللي انتو بتشوفوه معايا بطبخ بيه ده على فكرة يعني. اه كويس جدا جدا ما حصلش في اي حاجة حتى لو الاكل شاط فيه برجع انضفه تاني. وامسحه وبيرجع كانه جديد بالزبط ما بيسيبش اي علامة. ما اصفرش خالص من جوه ولا من برا. فما شاء الله تنضيفه حلو جدا جدا كمان. بيبان اه بيبان ان هو جديد مهما طال استخدامك ليه. وطبعا من خبرة الناس الكبيرة جدا برضو اه تيفال زهران ممتاز جدا في في الاستلس. او زهران نفسها ممتازة في الاستلس بتاعها. انا برضو جربتها مؤخرا في اللبانة اللي انا باستخدمها معاكم. دي جايبها ما كملتش معايا مسلا ست شهور. بس ما شاء الله ممتازة جدا جدا برضو. اه نصحتها كمان بالنسبة لحاجة الافران. الصواني الفرن. قلت لها طبعا ممكن تجيبي طقم بايركس متكون تلات كتع او حابة تجيبي فرضاني عشان دي بقى احجام واشكال مختلفة. او السيراميك اللي هو بيكون ملون حراري بيدخل الفرن برضو معمول منه بليويندل طواجن حلوة جدا. اه قلت لها لو عايزة اجيبي طعمه فخار اه برضو ويبقى حلل او برامات. مفيش مشكلة للفرن. قلت لها بس الاساسيات بصراحة هي صواني الكيك والبيتزا والباسبوسة والحاجات دي تكون الومنيوم. باي شكل انت عايزة. المهم اي حاجة تدخل الفرن للكيكات والتسوية تكون الومنيوم. لان بصراحة يعني الحاجات اللي هي خميتها زي التفلون دي للأسف سيئة جدا في الكيكات والعيش والتوست والكلام ده كله ما بتبقاش عملية خالص. وبتطلع العجين من جوة طري او ناي ومن برا مستوي. فكانت نصيحتي بصراحة مهمة او ان انا اكد لها ان حاجة الفرن تكون الومنيوم بالزابة بتاعة الكيك والمخبوزات. قلت لها بكمان ان بجانب الطعم الاستلس. ممكن يكون فيه طقم جرانيت هيبقى حلوة قوي لان هو بصراحة اثبت نجاحه كويس جدا جدا فترة الاخيرة. احسن من السراميك اللي كان طالع فترة. اه فهو بصراحة الجرانيت حلوة جدا. قلت لها بقى الحاجات التفال دي ممكن تجيبيها قطع. مش لازم تبقى طقم. يعني ممكن تجيبي الطاصات كلها مسلا طقم الطاصات. ممكن تجيبي اه مهم قوي تكون عندك لبانات استلس. حلوة جدا برضو. وتكون استلس بلاشة تفال والسيراميك والحاجات دي فيها. اه يعني على قد ما اقدر افتكرت. انتو بقى لو افتكرتوا حاجة زيادة عن اللي انا قلتها يا ريت تقولوا برضو في التعليقات. لعل لو عاسا برضو تكون في بنوتة بتحب تجهز او عايزة تجدد. اه بتدور على خمات كويسة. تقدر تنزل تجيبها مرة واحدة. لان بصراحة يعني احنا وانا بجهز كنا بنتخم في الشكل. او لا دي شكلها حلوة لا حلوة دي نتناسب عروسة هاتوها. فما كانش في خبرة كبيرة قوي في الخمات. كان اهم حاجة عند العروسة يكون عندها الاعداد كبيرة والاشكال متنوعة. ولكن مع الاستخدام هو اللي بيبان ايه العمل يو ايه اللي مش العملي. فلو حد عنده اي نصيحة زيادة يريد طبعا نشارك مع بعض فيها وكلنا نستفيد. المهم بقى بص الحامل انا عملت له قاعدة تدوير كده عشان بصراحة الصدى اللي كان عليه ده. كان مخايل اللي شكله مش الظريف خالص خالص. وهي في نفس الوقت ده مش هيتقشر بسهولة. فحطيته بقى جده جنب الحوض. وكمان القاعدة بتاعت الرجلين بتاعته دي على فكرة مش معدن. هي بلاستيك. عشان كده هي ما فضيتش. فانا بقى حاولت احطه بالشكل ده هنا عشان اوفر مساحة جنب الحوض. بس لقيت شكله مش حلو. رغم ان انا كنت احطه كده زمان قوي قوي اول ما جبته. اول ما جبت بتاع ايكايا الاصلي. كنت حطاه في وش الرخامة كده. بس دلوقتي اعمالة اشيل واحط بصراحة رجعته مكانه تاني بس زيحته شوية ناحية العجانة اكتر. عشان كمان حنفية الفلتر دي ما تبقاش فيه اعاقة كده وانا بافتح واقفل الاقي حاجات قدامي ومش عم خلياني عارفة افتح الحنفية. فالحمد الله رسيت اخيرا على الشكل ده. وهحط بقى فضيلي الحامل بتاع المعالق والشوك العادية خالص. انا كلها ده في بس ان انا ابعد حاجة بسيطة عن الحوض وترتشت المية على الحاجات دي. بس لكن انتو زي ما شايفين انا ما عنديش مكان تاني للأسف احط فيه الحاجات دي كلها. ولو حطيتها على الرخامة الاصلية اللي انا بشتعل عليها مش هتبقى عملية خالص بصراحة تتبهدل كمان وانا بعجن وانا بطبخ ومكن يترتش عليها من الاكل او من الدقيق او الحاجات دي. بس قولولي رأيكم برضه انا ما عملتش ايات عديل على فكرة هو بس ازحت الحاجات حاجة بسيطة عن ناحية العجان. وكنت جايبة معي وانا راجعة من المدرسة يعني لما وصلتهم الصبح آآ بيد. وقولولي بقى اسعار البيض عندكم ايه? انا تقريبا جبته بتمانية واربعين. آآ لان كنت جايبة معا حاجات تانية بس المهم قعد تطرح الاسعار اللي انا جبتها كلها لقيت ان البيض تمانية واربعين. فيارب يكون فعلا بالسعر ده وقولولي برضو السعر عندكم لسه فعلا مرتفع ولا بدأ يقل شوي. عايز اقول لكم انا كنت بتحدى الوقت ساعتها عشان اخلص كل الورايا قبل ما الولاد تيجي. انا كنت بدأ تقريبا آآ لما روحت البيت كانت تسعة سبعة. لما روحت من توصيل الولاد يعني. وطلعت بقى فطرته كده. كل الموضوع ما خدش مني وقت كبير. لكن طبعا آآ كان ورايا اكتر من حاجة عايزة انجزها وكمان غسلت ونشرت والكلام ده. آآ وكمان طبعا عايزة هني مصر الحمد لله انا هي كسبت في المطش يعني اطلوع الولاد بدري من المدرسة ما طلعش على الفادي. وكان مصر تقريبا واوغاندا المطش كان كده. واحنا تقريبا كل الموتوشة اللي بتحصل في اسكندرية لازم نطلع بدري في اليوم ده. عايز اقول لكم ده بيبقى حلو ولزيز قوي بالنسبة للولاد لان هما بيروح يحضروا حساتين او تلاتة بالكتير. آآ ولكن بيبقوا مبسوطين ان هما يبقى عن صحابهم برضو ويمش قاعدين في البيت. آآ تغيير المكان والآآ وان هما ينزلوا من البيت طبعا احنا كنا قاعدين محبوسين بقالنا فترة كبيرة ايام الاجازة بتاع الصيف. فالمدرسة بالنسبة لهم تعليم وفي نفس الوقت يعني يدار فيه لان هما ما صدقوا يخرجوا من البيت وبدأوا يطلعوا وينزلوا. فربنا يحفظهم طبعا كلهم وكل الاطفال وكل الولاد اللي بيخرحوا الجامعة والكليات بجد يعني الله يكون فعونهم جميعا. انا عجبني جدا جدا انا شفت الطريقة بتاعته اكتر من مرة حد بيعملها ولفت نظري ان انا ممكن احلي به بدل السكر. فانا فعلا عملت كده وتلعت حليته يعني ممتازة قوي قوي متوسطة كده ولا محلي ولا عادب. فكان جميل جدا. آآ المهم بقى لبست اللفظ تاني. وحفظة ان انا انضف المايكرويف لان كان شكله صعب جدا. قصوا من منظر بتاعه. آآ اللي بيبهدله معي بصراحة لما بسيح في زبدة. الزبدة ساعدت بتقوم مفرقعة فجأة كده ومترتشف المايكرويف كله اول ما تسخن حاجة زيادة. وطبعا لو في فتافيت دي اكتر حاجة برضو بيتبهدله. بس عايز اقولكم ان المايكرويف بالنسبالي كان عملي جدا كان عندي قبل كده فرن كهرباء. وكنت بشغله على ابسط الاشياء. يعني لو حبيت تسخن عيش كنت بدخله الفرن. آآ بيسخن احسن من تسخين البوتاجاز. البوتاجاز كان بيتبهدل فتافيت عيش وكان صعب تنظيفه جدا جدا. فلما جبت الفرن الكهرباء مش لما جبت انا كنت متجاوزة به اصلا. بس كان بيتبهدل مني جدا جدا بسبب العيش ده. وكان شكله صعب قوي. رغم ان هو كان ممتاز تسوية. انا اضفت المايكرويف من جوه على فكرة بالبخاخ العادي اللي انا كنت لسه مسكا في مياه وصابون. وبالليفة كده بتاعت المواعين بنضفته من جوه. الليفة دي على فكرة حرميها لان خلاص يعني استخدمتها كتير جدا. آآ في حاجات كتير يعني. المهم بقى دي فوطة الامتصاص بتاعة شركة اي كوي. حلوة قوي قوي بتتمتص كده وما تتبلش. سبحان الله بحزة ما تبليتش في ايديه. رغم ان انا مسحت بها المايكرويف كله بكل الحاجات اللي فيه. وهي المفروض على فكرة ما يجيش فيها على صابون ولا منظفات. هي وحاجات اي كوي كلها. بس انا بصراحة ما بيجيليش القلب ان انا ما استخدمهاش. بتنتص كل الصابون بصوا. ما شاء الله يعني. بعد كده انا بشطفها على فكرة وعصورها كويس وارجع امسح بيها تاني. شطفة كمان كأنها شطفة كمان من جوة كده للمايكرويف كله. طبعا ما باجيش عند فتحات بتطلع الاشعاعات والحاجات دي كلها مش بايج جنبها من ناحية الصابون ولا المي. الباب برضو نضفته من بنفس الطريقة كلها ومسحته كمان بالفوتة آآ مسحة اخيرة من آآ من جوة. طبعا انا شلت الفيشة قبل ما اشتغل فيه. ولمعته كمان من بره. المايكرويف بتاعي ال جي والناس كتير طلبت عنه ريفيو بازن الله يا رب كده يقدرني اعمل لكم عنه ريفيو كويس لان انا بحب اعمل ريفيو بالاستخدامات. مش مجرد اعرفكم على الجهاز وخلاص. فالاستخدامات بتبين اكتر المايكرويف فعلا عملي ولا لأ? بتشوفوا مع بعض النتيجة بتطلع كويسة ولا لأ? الطبق طبعا غسلته عادي كأنه مواعين عادية جدا. بس طبعا غسلته بمية سخنة وحاولت كده ان انا آآ يعني اصبينه بقى بالمية وصابونه وانضفه كويس عادي خالص بعد كده هنشوفه وحطه في مكانه. حواليكم دلوقتي مبدئيا المايكرويف بتاعي آآ برامج وماشا الله كتير. رغم ان هو حجمه مش كبير. الحجم بتاعه تقريبا خمسة وعشرين لتر. وانا شايف ان هو حجمه كويس قوي بما اني مش باستخدمه في تسوية اكل. يعني في ناس بتعتمد على تسوية المايكرويف في الاكل في حاجات بسيطة يعني من ضمنهم الناس كتير بتشتغل يعني فالله يكون فعونهم بيبقوا محتاجين حاجة تسرع عليهم الموضوع شوية. بس انا كده حركب الطبق وطبعا تبناش في كل حاجة عشان لو حبيت تستخدمه آآ الاقي ناشف ما يكونش فيه مية. ولو عندك وقت طبعا ممكن تسيب الباب مفتوح شوية يتهوى آآ بس انا بصراح ما بعملش كده لان هو محطوط في السكة فممكن اكسر الباب غصب عني وانا ما عدايا. المهمة بقى كنت عايزة اواريكم الجزء اللي فوق في الباب من فوق كده لما بفتحه بيبقى زي ملخص للكتالوج والاستخدامات. فبدل ما امسك الكتالوج وافضل اقرأ اي برنامج انا عايزاه شغال ازاي. فهو في آآ ملخص كده من فوق. اللي على اليمين ده خالص عكس التزويب اللي هو دي فروست. بالبرامج بتاعته واحد واثنين وتلاتة زي ما انتم شايفين اللحوم والدواجن والاسماك والخبز. وآآ تاني حاجة اللي هي عكس الطهي هتلقوا فيها رقم واحد اعادة التسخين للمشروبات بقى والاطباق العاشها ولو عندك شوية اكل فايد من الفطار. الكلام ده برضو مع بعضه في برامج لوحدها. ويتاليين الشوكولاتة والزبدة والجبنة آآ كل حاجة لها البرنامج الخاص بيها. وفي برنامج للزبادي على فكرة جربته قبل كده هو حلو لكن بيطلع الزبادي مليان مية بصراحة بيطلع شرش مية كتير قوي مع الزبادي. وفي برنامج كمان اسمه الحفظ دافئا لو انت مثلا عاملة اكلة او عاملة عزومة لسه الناس ما كتلكيش وعايز الاكل يفضل سخن ممكن تدخليه المايكرويف عادي يفضل شغال كده في برنامج بسيط. ما خلي الاكل ده في معظم الوقت. وطبعا تستخدمي الاطباق الخاصة به. واخر حاجة خالص اللي هي الاطباق الشعبية او ده الاطباق اللي بتستوي من الاول الاخر في المايكرويف. ده انا مش باستخدمه كتير حقيقة يعني غير مثلا سويته بلي كده في الرينجا. هو الرينجا بس بصراحة اللي بسويه فيها في المايكرويف. مش بتبهدل الدنيا خالص خالص. هو تاتش سكرين زي ما انتم شفتوا كده وما فيهوش اكتر من كده يعني وان شاء الله هعمل لكم عنه ريفيو بالاستخدامات لان هو ده المهم بالنسبة لي مش مش اشغله ازاي? فهمته ازاي? بس كان. المهم قلت حعمل كيكا سريعا لان خلاص الولاد كانت على وشك الوصول. آآ كانت ساعة دلوقتي احداشر تقريبا وهم خلاص زمانهم طالعين من المدرسة بس هما بياخدوا بتاع ساعة اللي ربع في السك يعني. من الزحمة وكده مش من بعد المدرسة. آآ المهم بقى انا هنا استخدمت زبدة دخلتها لمايكرويف. سخنت كوبية اللي ربع كده تقريبا. وهستخدم هنا اربع بدات. هعمل كيكا حلوة جدا لان كان عندي لبن جوز الهند اللي انا واريته لكم معايا بل كده. وعايز استخدمه في الكيك. آآ ضيفت هنا كوبية لربع من السكر. وهنا الزبدة كانت ساحة. حطيتها مع البيت بس ما كانتش سخنة على فكرة. وحطيت كيس من الفانيليا. حلو جدا الاكياس دي. نكيتها قوية جدا جدا بصراحة. وكمية فيها كبيرة كمان. وده لبن جوز الهند طلعته. آآ صبيت منه كوباية. هي كيكا عادية جدا على فكرة. انا اللي حبيت ان انا ابدل بس لبن جوز الهند آآ عن اللبن العادي. لكن آآ هي مقدير الكيكا العادية بتاعتنا يعني. حضروا بقى كل ده في الخلاط وسهلة وسريعة جدا على فكرة. حتى الدقيق اللي انا هستخدمه انا هستبدله. يعني هو دقيق ابيض عادي في الوصفة. آآ بس انا طبعا عشان يعني بحاول اكلل منه على قد ما اقدر فحط دقيق آآ دقيق سميد. وهحط كمان دقيق الابيض نص كوباية بس. انا كنت جايبة دقيق سميد قبل كده اهو. هيخد منه آآ كوبايتين. هو الاساس معي على فكرة. وممكن كمان تستخدمه دقيق الدورة. الدورة الابيض او الاصفر. بس انا يعني لقيت ده موجود. قلت استخدمه. لقيته حلو جدا على فكرة في الكيك. ما حصلش اي حاجة. وحطيت لعنا تكتو جميلة جدا في الاخر برضو. هنخله بس طبعا الاول هو دقيق الابيض اللي انا هستهدمه. دقيق انا حبيت احط نص كوباية منه عشان آآ يعني يربط الكيك معايا شوية. هحط هنا كمان معلقة كده ممسوحة من البيكينج فودر على على كوبايتين من دقيق السميد. ونص كوباية من دقيق الابيض. وتقدروا تستبدله كل الكمية بديق ابيض او دقيق دورة. حطيت رشة الملح كمان اهو. هقلب كل ده. بصوا هتلقوا الكوام خفيف شوية. فده اللي خلاني احط ونص كوباية دقيق ابيض تربط الموضوع معايا اكتر. هنخلها برضو. ومقادير الكيك دي بسيطة جدا يعني. الكيك يومي عادي خالص. وتقدروا طبعا بدل لبن الحليب جوز الهند ده تحطوا عصير برطقان او اللبن العادي بتاعنا. او حتى مية سخنة. بتبقى حلوة جدا في الكيكات برضو. بتخليها هشة جدا جدا. دهانت الصينية بتاعتي بشوية زيت. وفتحت الفرن قبل ما اعمل الكيكة في الخلاط اصلا عشان برضو ايه تبقى سخنة معي وجهزة. انا عملت الكيك ده النهاردة لان ما عنديش حاجة للولاد خالص بجانب في نفس الوقت هما زي ما انتم شايفين كده راجعين بدري وانا لسه ما بدأتش في الغداء. وفي نفس الوقت انا عندي مشوار عايز اعمله بقى لي كتير مأجلاه. فقلت لأ يعني بصراحة لازم يتعامل. فقلت انجز المشوار بتاعي بسرعة كده. بما انهم كمان النهاردة راجعين بدري. فده اللي حفزني ان انا اخلص المشوار النهاردة. دخلت الكيكة الفورن على مية وتمانين درجة عادي خالص وتطلع بعد نص ساعة تقريبا تلت ساعة. يعني في الرنج ده المهم تكون استاوت وتختبرها من جوة كده تلاقيها خلاص. على الفكرة لونها جميل جدا. طعمها كان جميل قوي 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 بصراحة. طعم جوز الهند لو الناس هتسأل يعني مش باين خالص فيها. بس هو لبن صحي بديل للبن الطبيعي بتاعنا. لان اللبن بتاعنا فيه لكتوز. وفي ناس كتير عندها حاسية منه فيه اطفال دلوقت كتير عندها حاسية لكتوز برضو. شايفينها جميلة ازاي? حبدأ بقى ان انا قطعها شوية كده. الولاد حتى تاكل منها اول ما يرجعوا من المدرسة. وفي نفس الوقت اه تنفعهم بقى في اي حاجة تانية يعني لانو بتاع المدرسة للعشة. بتيبقى جميلة قوي الكيك في البيت. انا هقطعها عشان خلاص نازلة. هقطعها بس عشان نقشلها في التلاجة زي ما هي كده. بس بحيب اشيلها متقطعة. عشان تبقى منجزة بالنسبة لي لو حبيت اخد منها. الاقي كتعة جهزة على طول. هنا احنا كنا نزلنا. رحنا العجم ستار. آآ المول العجم ستار يعني. آآ كنت عايزة اروح لأكتف آآ بتاع الاحزية والشنط والملابس الرياضية لان كانت شنطة ماسة بتاعت المدرسة آآ اتقطعت. او بدأت آآ تتقطع خالص يعني في اجزاء كده بدأت بقى ضعيفة. فحسيت ان هي ممكن تتقطع منها في اي وقت تتوقع لها الكتب كلها. رغم ان هي يعني كانت اول السنة بين ان هي كويسة حلوة وحالتها جميلة جدا. لكن مختلفة تماما عن الكيجي فكانت الكتب تقيلة جدا عليها. فهلكتها بسرعة جدا جدا. فالحمد لله يعني قلت كويس ده حصل وانزل اشتري في التخفيضات. آآ كنت خايفة ملاقيش بصراحة شنط مدارس. كلمت المحل الاول قبل منزل. قال لي لأ في شنط جديدة جدا لسه نزلنا النهاردة. او انبارح كمان. فتقدري تيجي وفي تخفيضات حلوة جدا برضو بمناسبة الجمعة البيضاء. المهم ده كوتشي مرومت على المدرسة كنت جايبهوله اصلا من هناك. فلاقى زيه بالزبط. ونازل خمسين جنيه. كانوا ربعمائة خمسة وسبعين تقريبا. ونازل خمسين جنيه. آآ في هنا كمان حلوة قوي لو انت بيصلا بتروحي جيم او آآ بتعملي مشاوير كتير خفيفة. تقدري تلبسيه مريح جدا في الرجل ومبياخدش وقت كمان في اللبس. وتقريبا كان سعره ميت جنيه او تمانين جنيه. فكانت تخفيضات حلوة جدا جدا اليومين دول. ممكن يعني ايه كيد عامل تخفيضات في الفترة اللي احنا فيها دي. بس المهم نتأكد ان التخفيضات دي حقيقية ما هماش معالين الاسعار قوي ومنزلين لسعرها الطبيعي في التخفيض ومفروض ان هم مسمينه تخفيض. فاهمين ازاي? في ناس كتير بتعمل كده طبعا. وفي ناس لأ عادي بتلتزم فعلا بالتخفيض وبتنزل اسعار جميلة جدا جدا في الوقت ده. انا حبيت اخد فكرة عن كل اللي موجود في المحل لان يعني كنت عايز اعرف فعلا الاسعار مناسبة ولا التخفيض مش مجرد الكلام وخلاص. بس في حاجات لقيت اسعارها كويسة. وفي حاجات لقيت اسعارها لا ما زالت مرتفعة. وفي ملابس رياضية كتير جدا جدا زي ما انتم شايفين كده وهدوم بت كتير قوي برضو. وحاجات كلها عملية وكاجول يعني. بس انا ما كانش ناقصني حاجة خالص الحمد لله يعني غير شنطة مدرسة لماسة بس. ولقيت تشكيلة كبيرة بس بصراحة يعني يعني ما كانش في حاجات بنات بقى اللي هما الشخصيات الكارتونية بتاعت البنات وكده طبعا مسا كانت مزارجينة معايا شوية مش عايزة تشتري غير حاجات بينك ومرسومة عليها وكده اعطى قناعها ان الحاجات دي خامتها احسن. الماتيريال بتاعها كويس قوي حتى ماروان فكرها بزملتهم قال لها فاكرة فلانة شنطتها زي دي بالزبط. فهي لما افتكرت قالت له انا كمان هاخدها. فالحمد لله يعني ربنا هداها واخدت الشنطة. وكانت والله يعني متينة ما شاء الله كويسة جدا جدا. انا ما بقيتش اضغر باشكال الشنط قوي لان فيه فرق كبير بصراحة في الاستخدام ما بين الحاجات اللي فيها دلعة وبين الحاجات اللي الماتيريال فعلا بتاعتها تستاهل. المهم احنا خرجنا من المول خلاص كده وكنا مروحين. الحمد لله يعني الوقت ما كانش لسه جاء الساعة تلاتة اصلا. فكده كان بالنسبة لي انجاز. انا يومي مع الولاد بيبدأ من بعد تلاتة كمان وتلاتة ونصف. فالحمد لله يعني ان احنا عملنا كل ده وحنروحه. كان حلوة قوي. اه هنا كنت روحت حبيت اواريكم الشنطة سريعا. اه سعرها متين خمسة واربعين زي ما قلتلكم. فيها سصة كتير قوي. مسه طبعا اول مرة واحد حطت شوية حاجات كده لها. وفيها كزا مكان تحط فيها حاجتها. فانا قلت هي كبيرة عليها شوية على فكرة. بس عشان تشيل معاها الفايلز. الفايلز بتبقى كبيرة جدا. وطويلة ومرتفعة. فمش اي شنطة بتاخدها. هنا برضو لقيت جيب حلوة جدا. بيتفتح ويتقفل. ولقيته كمان بيطلع من الشنطة خالص. فبرضو هي حاجة عملية ممكن حد كبير يستخدمها كشنطة لابتوب. وفيها كمان جزء كده صغير ومعاها كمان الوصلة الصغيرة دي. بتاع الموبايلات. لو شباب بتستخدم الشنطة او بنات حتى جامعة. بتقدر يتحط فيها الوصلة بالشكل ده. جوه الشنطة. والموبايل في ايدك في جيبك. في شنطيتك حتى الكروس اللي قدامك. المهم يعني ان هي عملية جدا ومش لازم تبقى الاطفال هي لاي سن على فكرة عشان حجمها كبير. وانا ماشي كده في المول كنت خلاص من رواحة بصراحة وكانش في النية اشتري حاجة خالص. لقيت الكوتي ده عليه تخفيض تحفة جدا جدا من محلة اول مرة اشتري منه حقيقة يعني اسمه لارا. كان في نفس الدور بتاع اكتيف. فدخلت سألت وقال لي هو عشان اخر كتعة من من الموديل ده نازل عليه التخفيض. قال لي لكن انا ما عنديش تخفيضات الجمعة البيضاء دي خالص. المهم ما اخدتك مية خمسة وعشرين جنيه الكوتي اللي انت شفتو ده. انا برتاح جدا جدا في الكوتيات. جدا يعني بصراحة ومش بفكر اغيرها لانها عملية قوي وبعرف اتحرك بيها. لان انا طويلة كمان ما بعرفش امشي باي حاجة يعني. خلاص كده انا روحت البيت والحمد لله يعني طلعت الاكل كمان اللي انا هعمله. قلت اخسر الموعين سريعا كده على ما الاكل يفك شوية. كنت مطلعة كيس شاورمة اللي احنا عاملينه مع بعض في التفريزات الشهرية. كنت عاملة شاورمة لحمة. فانا بش بسيبها تفك للاخر يعني بصراحة لو حتى ما عنديش وقت. ساعات بسويها كده على النار على طول وهي بتبدأ تفك مع بعضها وتبدأ تستوي. بس المرات دي انا سبتها تفك شوية كده كان عندي وقت والحمد اللي فكت اه على نفسها شوية. وحصلوا جانبها مكرونة واكل سريع جدا الحمد لله يعني. وطبعا الولاد كانوا يعني راجعين بدري زي ما شفتوا كده واكلين كيك فالدنيا كانت متزبطة معي شوية الحمد لله يعني. المهم بقى انا عايز اقول لكم على تخفيضات اللي عنده اكتف عشان الناس تبقى عارفة. آآ هو اكتف موجود في اسكندرية اكتر اكتر من فرع كتير جدا جدا بصراحة. المهم بس الحاجات المهمة قوي اللي انا عايز اقول لكم عليها موجودة هناك هو البرنس السباحة بتاع الولاد اللي هو ممكن يلبسوه في الشتا كمان. من جوه بيكون فوطة اللي هو يعني خامت الفوطة. ومن بره آآ برضو لو انتي بتروح يسباحة توارين او كده او حتى عايزة تجيبيه للبيت عادي وسعروا عندهم متين وخمسين جنيه. انا كنت جايبة المروان منه من زمان جدا من الاكاديمية اللي انا بتعمل معاها كنت في السباحة. كان الكابتن هو اللي بيبيعه وتابعه يعني. بصراحة لحد الان انا باستخدمه وعملي جدا جدا جدا. آآ وطبعا سعره حلوة قوي امتين وخمسين دلوقتي كسعر حلوة قوي بصراحة. آآ وفي بقى اكروكس اولاد في تشرتات في ترينجات كاملة في سكتشر حريم اللي انا وريته لكم هناك ده بتمانين جنيه. برضو نازل عندهم العرض هناك. وفي بالنظارات سباحة وكل ادوات السباحة والرياضة والكور وكل حاجة بصراحة خامتها كويسة جدا جدا. وفي حاجات صناعة اكتف نفسه وفي حاجات جاية لهم من مصانع تانية بس هم يعني واسقين في خامتها شوية فبيبيعوها عندهم. بس كده ده اللي انا حبيت اقول لكم عنه في اكتف لو حد عايز يروح يعني يبص حتى على الارود والكلام ده. عملت الاكل بقى النهاردة كان مكارونا زي ما قلتلكم كده طلعت كيس مكارونا اللي هي شبيهة للاسباكتتي بتبقى عريضة شوية شرايط كده. وكنت مسخنة ماية في الكاتل وحاسلوها عادي خالص. وحعمل لها صلصة بسيطة قوي بس لي انا وزوجي يعني احنا مش هن الولاد ما بيكلوش اللي بصلصة اصلا. وطلعت الشاورمة كمان جنبها على فكرة حلوة جدا جدا الشاورمة بتاعت اللحمة. لان الناس كتير بتحب اللي بالفراخ اكتر. بس اللي باللحم برضو ممتازة جدا على فكرة. آآ سهلة وسريعة. المهمة بس تختاري كمان التقطيعة بتاعتها تكون رفاعة. لان اللحمة في العموم حتى لو القطعتها بتاعتها مش طرية قوي. تقطيعة اللحمة هي اللي حتفرق برضو في التسوية جدا جدا. اللحمة اللي انا استخدمتها لو تفتكروا كانت وش فخدة. فكانت آآ ما شاء الله اصلا هي طرية. وانا كمان دقتها فزودت التراوة بتاعتها. وقطعتها شرايح رفاعة برضو. فكل ده عوامل حلوة قوي لتسوية الشاورمة. انا سخنت شوية زيت بصوات قوي وحطيت معهم شوية زيب ده. سخنتهم كويس جدا جدا عشان انزل على طول بقى بالشاورمة بتاعتنا وبالتدبيلة بتاعتها كده. طبعا الاول هتحسوا ان اللحمة بدأت تنزل مية شوية. بس بعد كده خلاص هتدخل في تحمير وحتستوي في المية بتاعتها اللي بتنزلها دي هترجع تشربها تاني وحترجع بقى تستوي وتتحمر حلوة قوي. الاضافات اللي انا هدفها لها النهاردة آآ شوية فلفل الوان. بس لان انا كنت متبلها بمية بصل. فانا مش محتاجة اضيف بصل تاني خالص ولا اي حاجة. مية البصل بصراحة بتخليت عماها حلو جدا. وعشان كمان بصراحة يعني الولاد ياكلوا. لان انا لو حطيت لهم بصل هيعدوا ينققوا ومش هيكلوا. المكارونا خلاص تقريبا دخلت في تسوية اهي. واللحمة كمان عمالة تنزل في المية بتاعتها. سيبوها خالص. انا معالية النار على فكرة عشان لو هديت هتنزل مية اكتر بكتير جدا جدا. ومش هغطيها انا هسيبها مع نفسها كده تشرب ميتها وترجع تستوي تاني وتبدأ بقى تدخل في تحمير وحيبقى طعمها تحفة جدا جدا. انا ضفت الفلفل اول ما شربت المية بتاعتها. عشان انا يعني الفلفل ما يبقاش مهري قوي ويبقى كده في الاكل. انا حطيته في المرحلة القبل الاخيرة يعني. حسيبه بقى يتحمر شويتين كده مع نفسه وخلاص. الصلصة بقى اللي انا هعملها على قد كده انا وزوجي هي بسيطة جدا. هحط بس شوية زيت شوية بصل مفروم طبعا. وحسيبهم يتحمر وححط كمان شوية تاتوم بالفلفل. بيدي طعم حلوقاوي على فكرة الصلصة دي يعني انا باعتمدها كده في الماكارونا وفي البيتزا. يعني تقريبا الاتنين ترقيتهم واحدة بالنسبة لي. بس بتاعت البيتزا ممكن ازود لها بقى شوية الاضافات اللي هم الروزماري والزعتر والحاجات اللي بتحلي طعم الصلصة اكتر. هحمر بس الحاجات دي وحنزل بالصلصة الطماطم اللي احنا عاملينها طالما موجودة في البيت اي طبخ بصراحة بيكون سهل جدا. شايفين بقى الشاورمة كمان اتحمرت خلاص انا حطفي عليها برضو عشان ما تنشافش. وممكن تحطي بقى حلقات بصل. ممكن تحطي فلفل اكتر من كده. ممكن تحطي فلفل اخضر. فلفل حامي. كل دي اضافات اختيارية ممكن تحطيها. حطيت هنا بس شوية صص حار. عشان الولاد كده كده من غير الشر مش هيكلوا معانا منها. وضفت الصلصة بقى بتاعتنا العادية خالص اللي احنا بنعملها في البيت. برضو كمية بسيطة كده على قد طبقين. يغلو مع بعض وحطي لها الملح والفلفل بتاعها. لو في اي بهارات تانية طبعا حابين تضيفوها مفيش مشكلة. بس انا استكفيت تقريبا بالملح والفلفل يعني. خلاص كده الاكل بقى والماكارونا مسلوقة. وحبدأ بقى ان انا يعني اغرف. انا هنا غرفت ليا طبقا لان انا كنت جوعة جدا بصراحة يعني. وخلاص الحمد لله يعني ده الفيديو بتاعنا وده اليوم كله. طبعا بقيت اليوم انتم عارفين بيحصل في ايه. يعني مذاكرة بقى وحاجات من دي. فربنا يعين كل ام يا رب على يومها. ويقدركوا جميعا على خدمة بيوتكم. احتسبوا عند ربنا الاجر والسواب. ربنا يجزيدكم كل خير يا رب العالمين. واشكوركم جدا على كلامكم الحلو وتعليقاتكم الجميلة. ما تنسونيش بدعاكم الصالح. ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناة لو استفدتم من الفيديو. مع الف سلام حبايب قلبي.